موسيقى يبدو أن الاستجابة لمطالب الجماهر المغربية الراغبة في إقالة المدرب وحيد خليلوزيتش قبل المونديال ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض وذلك بعد تشبت العجوز البوسني ببنود العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والممتد إلى غاية سنة 2024 وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة أن كل المحاولات التي قام بها فوز القجع من أجل فسخ عقد واحد بالتراضي باءت بالفشل حيث تشدد الناخب الوطني على أنه لن يتنازل عن أي ديرهم من حقوقه المادية والتي تقدر بأزد من 4 ملاير سنتيم وهي قيمة الأجر الذي يفترض أن يتقاضى إلى غاية نهاية مهامه كمدرب للأسود وتضيف ذات المصادر أن عناد واحد أربك حسابات القجع خاصة وأن الجامعة لن يكون بمقدورها دفع الشرط الجزائي وتحمل تكاليف التعاقد مع مدرب جديد وأفراد طاقمه وبالتالي فإن هناك حديث عن وساطات تجري حاليا بين القجع وخالي لوزيج في محاولة لتليين الموقف الأخير وتوصل إلى حل وسط خاصة أن حبل الود بين الطرفين قد انقطع تماما وبالتالي يستحيل استمرار المدرب البوصني في عملاء خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا